وقال شاهد عياننا القصف السدف الموقع السكني عند مرور الشهيد إسلام خمايسة كان هون فيه شباب ماركين من هون من ضمنهم إسلام خمايسة وكمان معهم شاب الشرس وكان شاب من الحارة من هون يعني مدنيين كانوا واقفين هون ومرك عنهم الشاب هو صاحبه فنتفاجأ أنه فيه صوت ضرب بالمنطقة هون فإحنا مش وعين لهذا الحكي طلعنا مباشرة يعني نركض القيناة أنه فيه شاب متصاوب بإسلام خمايسة وفيه كمان شاب تاني وفيه اثنين كمان مدنيين في يحيى وفيه كمان عبد الجواد مدني كانوا وجودين هنا على الأرض في ضرب